من هي الدولة التي توقعت لها ليلة عبداللطيف بكارثة إنسانية ووباء فتاك؟ برحب حضراتكم معنا في قناة توقعات 2021 وحلقة جديدة من حلقة التوقعات والنهاردة معنا حلقة مهمة جداً ومن أخطر توقعات ليلة عبداللطيف اللي قالتها للدول العربية وأيضاً للعالم بفكرك تعمل لايك للفيديو وتوصله لأكبر عدد ممكن من اللايكات وكمان تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا كلها ليلة عبداللطيف بتتوقع أن الشارع الجزائري حيشهد ثورة عارمة حيرافقها حالات من الفوضى والغضب وده بسبب حادث مؤسف حتشهد الجزائر خلال الفترة القادمة أيضاً بتتوقع أن بعض الدول العربية حتقوم بوسطات سرية للتقرب من الرئيس السوري بشار الأسد وقالت أن تلك الوسطات حتظهر للعلن وحنرى وفود سياسية لعدة دول العربية حتزور الأسد لإعادة العلاقات الودية لطبيعتها ولدعم الأسد بتثبيت السلام السوري وأعادة الإعمار وبعد هذه الدول قالت ليلة عبداللطيف أنها حتشكل مفاجأة للجميع كمان ليلة عبداللطيف بتتوقع أنه هنشوف في السعودية في المراحل القادمة هيكون حديث العلماء والعالم كله حيتكلم عن اكتشاف علمي أو اختراع هيذهل العالم وحيكون أكبر اكتشاف بتوصله دولة عربية وحتكون السعودية وده اللي حيجعلها حديث العالم والإعلام لهذا الإنجاز أيضاً شايف بوادر اشتعال فتنة في الشارع السوداني من جديد والمظاهرات تعود بقوة وموجة عارمة من الاحتجاجات تؤدي إلى تغيير كبير خلال المرحلة القادمة من توقعاتها كمان أنها شايفة أجواء قلق ورعب هتعيش فيها بعض الدول الأوروبية لفترة من الزمن وده بسبب أحداث هتحصل خلال المراحل القادمة وهي بتقول زي ما أنا قلت ده عن الإرهاب كمان بتتوقع أن الرئيس ميشيل عون هيتخذ قبل نهاية عهده قرار هيفاجئ الجميع وهيكون هذا القرار عفو عام عن بعض السجناء اللبنانيين أيضا بتتوقع زوارق من الأمن اللبناني هتجوه بالشواطئ والبحر وده بسبب حدث مؤسف هتشهده المياه اللبنانية وأيضا هنشهد في المرحلة المقبلة تقارب دبلوماسي علني بين أمريكا والسوريا مما سيجعل الساحة السياسية اللبنانية مع بعض القيادات البارزة إلى تبديل مواقفهم من الأزمة السورية ومن الرئيس بشار الأسد وبشكل إيجابي ليل عبداللطيف أيضا بتتوقع أن أحد حكام الدول العربية حيواجه الخطر الشديد وحيتعرض لعملية اغتيال كمان بتتوقع أن الصين حتواجه خلال الأشهر الأخيرة هبوط حاد في السوق الاقتصادية وتراجع غير مسبوق في برصتها وحيشهد الشارع الصيني مظاهرات غاضبة جراء هذا الهبوط والتراجع لكن بعد فترة الصين هتعرف إزاي تمشي حالها يعني بتعتبر أزمة وحتعدي ليل عبداللطيف أيضا بتتوقع خبر صادم حينتشر في حفل زفاف شخصية بارزة سياسية أو فنية لكن هي شخصية مشهورة والخبر ده حيتحول من خبر الأفراح إلى خبر حزن وعزاء للأسف شايفة كمان ليل عبداللطيف إن عام 2022 حيشهد أزمة عالمية قادمة وعدد كبير من الدول حتتأثر بها بشكل غير مسبوق لكن ما تكلمتش وقالت إيه هي الأزمة دي أيضا من توقعات ليل عبداللطيف شايفة تلت رؤساء عرب أصبحوا اليوم في ذمة الله قالت سوف نشاهد لهم رموز أو مجسمات أو حتى أسماءهم ممكن نشوفها في الشوارع بتمثلهم في بلدهم هؤلاء الرؤساء هم الرئيس العراقي السابق صدام حسين رغم إن في ناس كتير بتعترض إن ممكن يكون في حاجة زي كده لكن ليل عبداللطيف أكدت إن يوما ما حيحصل الكلام ده وأيضا بالنسبة لرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وأيضا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أيضا ليل عبداللطيف بتتوقع إنه خلال المراحل القادمة حيحصل إجراءات مشددة وغير مسبوقة في بعض مرافق آآ مدن أوروبية عديدة لتحمي نفسها من عمليات إرهابية قادمة وسنجد دول أوروبية بتتفق مع بعض وبيكونوا جيش واحد وده عشان يحربوا الإرهاب ليل عبداللطيف كمان بتتوقع بشرة سارة لمرضى السرطان واللي تكلمت قبل كده عن توقاها ده كذا مرة في فيديوهاتها لكن المرة دي اتكلمت عن اكتشاف دواء لعلاج السرطان وده بسبب اختراع طبي غير مسبوك لمحاربة المرض من جراء اختراع وصناعة آلات صغيرة أو حبات من الإسبرين وحتكون عبارة عن روبوتات صغيرة جدا عشان تبقى سهلة البلع ويتم زراعتها في الجسم أو الأماكن المصابة وحتعمل الآلات دي على محاربة البؤر السرطانية اينما كانت في جسم المريض وحتمنع السرطان من التفشي في الجسم وايضا هتقضي عليها وهتنهيها بشكل شبه نهائي وقالت انه هتقضي على السرطان بنسبة 85% ومن توقعاتها ايضا اننا هنشهد ظهور مفاجئ لسيف الاسلام القذافي واللي شايفاه هيقود ليبيا في المرحلة القادمة الى تغيير كبير وللمستقبل الامن والمزدهر بعيدا عن القتال والسلاح والحروب ومش هيكون سيف الاسلام القذافي لوحده لكن هيكون معاه رجال من العهد السابق الشرفاء مع رؤساء اغلبية العشائر والقبائل الليبية وقالت ان المرحلة القادمة هتكون هي مرحلة سيف الاسلام اما اخطر توقعات ليلى عبداللطيف النهاردة اللي معانا في حلقتنا اتكلمت على ان العالم حيكون على موعد مع كارثة انسانية او طبيعية وقالت ان ممكن ده يكون وباء جديد ممكن يكون حرب كمان وممكن يكون غضب من الطبيعة والحقيقة انها قالت ان ده ممكن يحصل لدولة او عدة دول او العالم كله وقالت كمان ان الموت حيحصد الالاف من الارواح الابرياء وده خلال المراحل القادمة قالت ممكن تحصل الكارثة دي في 2022 او ممكن في 2023 لكن قالت ان الكارثة دي حنتبعها على كل شاشات التلفزيون وعلى كل وكلات الاخبار هتتكلم عنها العالمية والمحلية ايضا بكده متمعينا الاعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من اخطر توقعات ليلى عبداللطيف للدول العربية وللعالم للفترة المقبلة من 2022 وايضا توقعاتها ل 2023 بشكركم جدا على حسن متابعاتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم عن توقعات ليلى عبداللطيف وكل توقعات اللي تحبوا تعرفوها الفترة اللي جاية اكتبوها لنا برضو في التعليقات اشوفكم بكرا ان شاء الله ودومتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة